موسيقى سلام عليكم مشاهدين وأهلا بكم إلى آخر موعد إخباري مباشر مستهله كالعادة بالعنام عناية ملكية بالفلاحين على خلفية تأخر تساقطات المطرية ببلادنا جلالته حث الحكومة على ضرورة اتخاذ كافة التدبر الاستعجالية لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية خلال استقباله لرئيس الحكومة ووزير الفلاحة وملف الاستثمار ببلادنا موضوع الفقرة الاقتصادية الأسبوعية مع إيمان ورقا قمة الاتحاد الأوروبي والأفريقي تلتأم ببروكسل بحضور المغرب على الطاولة تحديات كبرى للنقاش وبحث لسبل تعزيز الشراكة بين القارتين العجوز والسمراء وبالرباط جرى قصف شريط افتتاح النسخة السادسة والعشرين للمهرجان الدولي لسينما المؤلف بعدما تأجلت لمرتين بسبب ظروف الجائحة والمكسيك ضيفة شرف الدورة أهلا بكم في إطار العناية الملكية الخاصة التي مفت أجلالة الملك يوليها لساكنة العالم القروي استقبل جلالته بمقر الإقامة الملكية ببوزنيقة كلا من عزيز أخنش رئيس الحكومة ومحمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الاستقبال الملكي يأتي في وقت يعرف فيه الموسم الفلاحي نقصا كبيرا في التساقطات المطرية بعجز بلغ نسبة 64% مقارنة بموسم عادي جلالة الملك حث الحكومة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الاستعجالية الضرورية لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي المزيد في ورقة عبد الحفيد المنور استقبال جلالة الملك محمد السادس لرئيس الحكومة ووزير الفلاحة والصيد البحري وتنمية القروية والمياه والغابات يندرج في إطار العناية الملكية الخاصة التي مفات أجلالة الملك يليها لساكنة العالم القروي ولكل مكونات القطاع الفلاحية خاصة في وقت يعرف فيه الموسم الفلاحي نقصا كبيرا في التساقطات المطرية حيث بلغ المعدل الوطني للتساقطات لحد الآن 75 مم مسجلا بذلك عجزا بنسبة 64% مقارنة بموسم عادي هذه الوضعية المناخية والمائية الحالية تؤتر سلبا على سير الموسم الفلاحية خاصة الزراعات الخريفية وتوفير الكلائل الماشية جلالة الملك أكد بالمناسبة على ضرورة اتخاذ الحكومة لكافة تدابير الاستعجالية الضرورية لمواجهة أطار نقص التساقطات المطارية على القطاع الفلاحية وتفعيل للتوجيهات الملكية السامية الاستباقية بهذا الخصوص يهدف البرنامج الاستثناء الذي أعدته الحكومة للتخفيف من أطار تأخر التساقطات المطارية والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحية وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية للمعنيين وقد أعطى جلالة الملك أمره السامي بأن يساهم صندوق الحسن الثاني لتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في هذا البرنامج الذي سيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بعشرة ملايير درهم ويرتكز هذا البرنامج على ثلاثة محاور رئيسة ويتعلق المحور الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه ويستهدف المحور الثانية تأمين للفلاحية أما المحور الثالث والأخير فيتعلق بتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين وتمويد عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي والشركة المغربية الصينية تتعزز اليوم ببداية أشغال بناء وحدة صناعية كبرى متخصصة في صناعة أجزاء السيارات المشروع الجديد يكلف مليارايدرهم وسيضمن مئات فرص الشغل المباشرة في المنطقة الحرة للقنيترة المزيد في روبرتاج جادة بردن وهي شامس إشارة انطلاق لمرحلة ثالثة من مشروع صيني ناجح بالمغرب مصنع جديد لصناعة إطارات السيارات وتجربة فريدة في المغرب وإفريقيا لا تجد مستقرا لها بالمنطقة الحرة للقنيترة هذا الجزء الثالث من مشروع ضخم ديال هات الشركة لكدير الإطار الألومنيوم دفعات الإطار الألومنيوم واليوم ستدخل في أجزاء جديد دقيقة لسيارات تتقيمة مدفع مرتفعة ومن أجل التصدير لأوروبا بتكنولوجيات عليا هي ثقة عالية للمستثمر الصيني يعكسها رقم المعاملات مليارات إرهم لبناء مصنع على مساحة أربعة هكتارات سيشغل أزيدا من 760 كفاءة مغربية المشروع ممتد على مساحة أربعة هكتارات على مرحلتين مصنع متخصص في إطارات السيارات ومصنع ثاني سيكون جاهزا سنة 2024 سيخصص لقطع غيار المحركات وعلب تبديل الصرحات للمغرب مركز زغرافي متميز بالنسبة للمستثمرين الأجانب للمملكة كذلك سياسة محافزة في المجال سببان أقنع العملك الصيني اختار معها توطين عديد مقاولات في المملكة ومعلوم أن العجلة الاقتصادية دارت بشكل متسارع بعيد الزيارة الملكية لبيكين سنة 2016 زيارة أعطت دفعة قوية للتعاوني البيني وملف الاستثمار ببلادنا موضوع الفقرة الاقتصادية الأسبوعية مع إيمان ورقاء مرحبا بك إيمان مساء الخير زكريا إذن ما هو تقييم الاستثمارات بالمملكة خلال السنة المسترمة؟ على الرغم من تداعيات الجائحة زكريا ما تزال هواجس الاستثمارات نحو المغرب من أولويات المستثمرين الأجانب فتوجه المغرب في تعزيز اقتصاد بدون كربون وإنتاج الهايدروجين الأخضر وموقعه الجغرافية الاستراتيجي العوامل الأبرز في توسع المنطقة الصناعية المغربية وبالأرقام بلغ صافيا الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المملكة خلال السنة الماضية 20 مليار درهم بارتفاع بـ 20.5% مقارنة مع سنة 2020 ليسجل المغرب نسبة استثمار مرتفعة مقارنة بالعديد من الدول إذ بلغ مجموع الاستثمار من حيث القيمة من متوسطه 32.2% من الناتج المحلي الإجمالي بين سنتي 2000 وسنة 2019 معدل يهيمن فيه القطاع العمومي على الحصة الأكبر وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط تمثل الإدارات العمومية 19% من الاستثمارات في سنة 2019 لتصل قيمة الاستثمارات العمومية إلى 245 مليار درهم في قانون المالية لسنة 2022 بعد 230 مليار درهم في سنة 2021 ومئة وتمانية وتسعين مليار درهم سنة 2020 هل يمكن القول أن هذه الاستثمارات ساهمت في نمو سوق الشغل ببلادنا؟ رغم توسع الصناعي زكريا والمعدلات الاستثمارات الأجنبية والدولية الإيجابية إلى أن تأثير الاستثمارات على خلق فرص الشغل يبقى ضعيفا حسب والي بنك المغرب بين سنتي 1999 و سنة 2019 تراجع النمو في عدد مناصب الشغل المحدثة بشكل ملموس حيث أحدث الاقتصاد الوطني سنويا نحو 144 ألف منصب شغل بين سنة 1999 و سنة 2009 وحوالي فقط 72 ألف منصب بين سنة 2010 و 2019 جهود استثمارية مهمة لكن غير كافية لتقلس نسبة البطالة بشكل ملموس فمقابل 108 ألف منصب سنويا تزايد عدد السكان بنحو 89 ألف سنويا وبالتالي لم يتراجع عدد العاطلين إلا قليلا لينتقل من مليون ونصف المليون عاطل إلى مليون ومائة ألف عاطل خلال العقدين الأخيرين شكرا لك إيمان و اللقاء تجدد بك الأسبوع المقبل بإذن الله بهدف خلق تكوين ملائم لاحتياجات سوق الشغل تم أمس برباط توقيع اتفاقية إطار لتعزيز تكوين الطالبة في القطاعات الصناعية كمرحلة أولى بعدها يتم التركيز على قطاعي صناعة وتركيب السيارات وصناعة الطيران روبرتاج يوسف لطفي والمتابعة لبشرى رائف بموجب هذه الاتفاقية صار الإزام على الموقعين من قطاعات حكومية وغير حكومية توفير تكوين ومواكبة للطلبة المهندسين والأطور والتقنيين المتخصصين في مجالية الطيران وصناعة السيارات هذه الاتفاقية الشراكة فردة من نوعها بحيث جاءت في تنزيل توجهات المداكية وتوصيات النموذج التنموذي الجديد والبرنامج للحكوم لحيث نلأم تكوين 100 ألف مهندس وتقني عالي وإطار وكين تدخل للقطاع الخاص وشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص إنخراط القطاع الخاص والمهنيين في هذه الاتفاقية سيسمح بتوفير تكوين بحسب الطلب مما يعني إنعاشا أكثر للإدماج المهني للخارجين الجدد وضمان شغل لهم وأيضا الحفاظ على تنافسية المقاولة المغربية وفي إطار هذه الاتفاقية ستعمل الجامعات على تفعيل برامج تكوينية تتلائم مع متطلبات سوق الشغل وحاجات الشركات مغربية كانت أم أجنبية الشركات التي تريد إلى البلد ترى أول حاجة التي ترى هي الشباب وهو الكفاءات والتكوين ده بغادي نمشيه بجامعة بجامعة باش نقولوه هنا فالجامعة بغينا مياه هالجامعة بغينا فيها ميتين هالجامعة بغينا فيها تلتمية باش يكون واحد تكوين ليكون ملائم البلد كاملة ماشي غير الجيها هالجامعة بغينا فيها تنجا ووجداء كين مكنس كين فاس كين الرباط بغينا نكون لدينا واحد التجاوب اللي كان لصعيد المغرب هو مشروع متكامل إذن وورش متعدد الأبعاد على حد تعبيرهم بحيث سيمكن من تأهيل رأس مال بشري بمواصفة عالية تستجيب لتطلعات المؤسسات الإنتاجية ببلادنا وضمن جديد النشرة الوبائية اليومية ببلادنا فقد أحصت سجلات الموتى ثلاثة عشرة وفاة جديدة فيما بلغ عدد الحالات المؤكدة ستمائة وخمسة وأربعين إصابة جديدة أما المتعافون من الفيروس التجري فقد بلغ عددهم ألفا وثلاثمائة واثنين وسبعين ألف شخص دائما خلال الأربعة وعشرين ساعة المنصر وبخصوص عدد المستفيدين من حملة التطعيم الواسعة فقد بلغ عدد الملقحين بالحقنة الثالثة خمسة ملايين وثلاثمائة وعشرة آلاف شخص بينما بلغ عدد المستفيدين من الحقنة الثانية للقاح ما يفوق ثلاثة وعشرين مليون بمائة وستة وخمسين ألف شخص أما عدد الملقحين بالحقنة الأولى للقاح المضاد لكوفيد تسعة عشر فقد فاق عددهم أربعة وعشرين مليون وسبعمائة وسبعة عشر ألف شخص ثلاث مؤسسات صحية بعملة سلا في حلة جديدة بعد تجويد خدماتها ومرافقها وإعادة تهيئتها ومركز صحي حضري جديد رأى النور بجماعة بوقنادل بنفس العمل هي أربع بنيات صحية للقرب أعطيت اليوم الانتلاقة الرسمية لخدماتها تعميم الحماية الاجتماعية ورش نجاحه رهين بإعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية من صور هذا الإصلاح إعطاء الانطلاقة الرسمية لخدمة هذا المركز الصحي بالمنتزه بجماعة بوقنادل بعمالة سلا كانت خدمة طبية خدمة طبية بما فيها البرامج الوطنية برنامج التلقيح مراقبة الحمل تتبع الأمراض المزمينة بيان سيقع نعطيه الأدوية سنفعل عيالات في الشلباء بالنسبة للحمل ديالهم تهوى الوليدات الصغار مراجة واحدة ويش حاجة أخصناها ودوة البوقنادل أو بشون لعبد الله ده بل سيكنام زيانا وكانهم كرفتين صراحة بنية صحية جديدة ستقدم خدماتها لحوالي 15 ألف نسمة تطلب تشييد وتجهيز مرافقها أزيد من مليوني درهم نصف المليون لتعزيد العرض الصحي وتجويده وتقريبه من المواطن في الإطار الإصلاح للمنظومة وكانت لحظة في إطار الزيارة أنه فيه نظام معلوماتي اللي غادي يخلي ممكن المواطن المغربي اللي ما يستفد من خدمة الصحية يكون عنده واحد الرقم اللي يمكنه يستفد فيه في جميع الشبكة الاستشفائية اللي كان على المستوى دي الجهة ولا مسوى الجهات الأخرى وبمقاطعة المريسة بسلا أعطيت أيضا الانطلاقة الرسمية لخدمات المركز الصحي الحضاري سعيد حجي بعد إعادة تهيئ مرافقه وأشغال تجديد وتجويد الخدمات الصحية طلت أيضا المركز الصحي بن الهيتم بمقاطعة العييدة وبسلا دائما أشغال تهيئة والتوسيع كانت من نصيب المركز الصحي حي مولاي إسماعيل بمقاطعة بطانا نبقى بالعضوتين حيث أعلنت شركة ترامواي عن انطلاق استغلال تمديد الخط الثاني الرابط بين الضفتين ابتداء من يوم غد هذه التمديدات ستتعزز بشبكة على طول 7 كم و 12 محطة إضافية ما سيمكن من نقل 40 ألف مسافر إضافي يوميا روبرتاج يوسف لطفي والمتابعة لبشرائف منذ انطلاقه قبل أكثر من عشرة أعوام والترامواي وسيلة النقل العمومية المفضلة لدى كثيرين مرد ذلك أنه يوفر خدمة نقل سريعة ومريحة وبسعر مناسب اليوم يفتح تمديد خط جديد على طول 7 كم سيؤمن الربط بين حي القرية بسلة ومقاطعة عقوب المنصور بالعاصمة صراحة سنعود نفتان قول أنا شخصيا بعد يعني كيقرب لي الطريق يحطني إحدى الخدمة كيزمن هناك إحدى الخدمة كان عندنا إحنا طرون سبور شوية قليلة هنا الحمد لله دا باركين طرام مدة هذه وحنا كنت نسلناه بالفتتاح ديالة طرام والحمد لله اليوم ما تم الفتتاح دياله وتتمكن ساكنة من التنقل بتيكي وحدة من القرية الرباط بتيكي وحدة صراحة مزيان لنا بفضل هذا التمديد تمت إضافة 12 محطة جديدة مما سيرفع من أعداد المحطات إلى أكثر من 40 موزعة بمناطق حيوية ومرافق مهمة كالمستشفيات والمؤسسات والجامعات وغيرها شحال هذي وحنا نسلناه فيه وكنت منه نتمنه وركبه فيه واليوم عدراه ركبناه وفرحناه واقتصاديه وكيوصل ومريح هنا عندنا دبا من القرية حتى ليعقب منصور بوسيلة واحدة ومريحة تنظل بأنها بادرة جيدة بلغتي الأرقامي الخط الثاني لتراموي الرباط سلا سيؤمن نقل 40 ألف مسافر جديد ليصبح الإجمالي نحو 150 ألف شخص يستعملون هذه الوسيلة كل يوم المسائية متزال متواصلة على القناة الثانية وفيها بعد قليل بعد بروز بوادر انفراج في الأزمة بين موسكو وكييف الرئيس الأوكراني أكد أن روسيا لم تسحب قواتها وإنما تعيد فقط انتشارها وقمة الاتحاد الأوروبي والأفريقي تلتأم ببروكسيل بحضور المغرب على الطاولة تحديات كبرى للنقاش وبحث لسبل تعزيز الشراكة بين القارتين العجوز والسماء قبل ذلك وضمن جهود تقوية العلاقات الثنائية مباحثات عن بعجرة اليوم بين ناصر بوريطا ونظيرته الألمانية حيث أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمة بالخارج ووزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية أشادا اليوم بمحتوى الرسائل المتبادلة بين الرئيس الألماني وجلالة الملك والتي أكد فيها على المصلحة المتبادلة في تأسيس شراكة جديدة بين البلدين الجانبان اتفق على إعطاء نفس جديد للعلاقات الثنائية بجودتها الخاصة في جميع المجالات بروح من التناسق والاحترام المتبادل والسياسات الناجعة مع إطلاق حوار جديد يهدف إلى تجاوز سوء الفهم الطارئ وكذا تعميق العلاقات الثنائية متعددة الأوجه وضمن جهود تعزيز العلاقات الدبلوماسية حظيا نعم ميار رئيس مجلس المستشارين باستقبال من طرف رئيس جمهورية جواتيمالا خلاله نقل ميار تحيات جلالة الملك للرئيس أليخاندرو جياماتي والتحايا المتبادلة منه جلالة الملك بالمناسبة أكد السيد جياماتي على الموقف الثابت لجمهورية جواتيمالا بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وهو الدعم الذي يشمل مواقف الجمهورية في كل المحافل الدولية والإقليمية في جديد الوضع في الأزمة الروسية الأوكرانية قال الرئيس الأوكراني اليوم أنه لم يرى أي دليل على انسحاب القوات الروسية من حدود بلاده موضحا أن موسكو تقوم ببساطة بعملية تبديل القوات إلى ذلك أعلن حلف شمال الأطلسية أنه يعتزم تعزيز جناحه الشرقي محذرا من أن التهديد الروسي بات الوضع الطبيعي الجديد في أوروبا ما زد من التفاصيل في ورقة شيمال علا بينما تؤكد موسكو انسحاب قوتها العسكرية من الحدود الأوكرانية الرئيس الأوكراني يرى أن الوضع لا يزال على حاله دون تغيير يذكر وأن التهديدات لا تزال قائمة في نفس الوقت شككت الخارجية الأمريكية في الانسحاب الروسي وزير الخارجية الأمريكي أعلن أن بلاده لم ترى أي أدلة على انسحاب كبير للقوات الروسية رغم إصرار موسكو على ذلك مضيفا أن خطر الغزو ما يزال قائما من جهته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أعلن اعتزام أن ناطو تعزيز جناحه الشرقي محذرا من كون التهديدات الروسية أصبحت الوضع الطبيعي الجديد في أوروبا الآن وأعلنت روسيا في وقت سابق تراجع قوتها العسكرية الموجودة في شبه جزيرة القرب بعد انتهاء مناورات عسكرية على الحدود مع أوكرانيا انسحاب القوات جاء في وقت تكاثفت فيه الجهود الدولية لحل الأزمة وتفادي اندلاع فتيل حرب في المنطقة وستتواصل الجهود الدبلوماسية الرامية لتخفيف الوضع غدا الخميس خلال اجتماع سيعقده قادة الاتحاد الأوروبي لبحث الأزمة الأوكرانية وعشية عقاد القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي التي ستلتائم ببروكسل جدد الاتحاد الأوروبي اليوم التأكيد بأوضح العبارات على أن موقفه لم يتغير بشكل قضية الصحراء مشددا على أن أي من الدول الأعضاء فيه لا تعترف بالجمهورية الوهمية ولمزيد إضاءات حول الموضوع من مكسبنا بالرباط ينضم إلينا مباشرة الدكتور المسوي العجلوي أستاذ باحث بمركز أفريقيا والشرق الأوسط للدراسات مساء الخير دكتور ومرحبا بك كما تابعنا تحديات كبيرة تواجه هذه الشراكة الأوروبية والأفريقية في ظل طبعا مستجدات إن على الميدان أو كذا في ظل التحديات الداخلية لكل من الاتحاد الأفريقي وكذا الاتحاد الأوروبي بطبيعة الحال هناك تحديات متعددة وأهمها ما جاء في مدخل كلامك سي زكريا من حيث أن بعض الأشياء التي جاءت نتيجة لهيمنة دولة جنوب إفريقيا والنظام الجزائري على الاتحاد الأفريقي ما زال الاتحاد الأوروبي يواجه هذه العطارات التي متوارثة عن زمن مضى لا دولة في داخل الاتحاد الأوروبي ولا حتى الاتحاد الأوروبي يعترف بهذا الكيان ومع ذلك هناك جهات النظام الحاضن للانفصال والارتزاق يفرض انطلاقا مما تم تحديده قبل 2017 قبل انضمام المغرب يفرض وجود هذا الكيان النوامي وهو يعقل من ضمن التحديات أيضا تأتيرات المناخية إفريقيا لا تلويت بين مزدوجتين العالم إلا ب4% في حين أن تأتيرات كثيرة وهناك تقرير للأمم المتحدة يؤكد على أن مئات مليون إفريقي إلى حدود 2030 سيتأثرون بهذه التغيرات المناخية من حيث قلة التساقطات ونحن في المغرب نعيش وهذه الحالة هذه السنة من حيث القحوت من حيث الأمن الغدائي كذلك قضايا الأمن واليوم هناك قمة بين ماكرون وثلاثة من رؤساء الجي سانك ساحيل بمعنى أن بعد انسحاب مالي وبوركينفاسو أن اليوم هناك إعلان لنهاية جي سانك ساحيل وهذا متغير كبير على مستوى الخيطة الجيوسياسية الأمنية في القارة الإفريقية بالخصوص في منطقة الساحل والسحراء إفريقيا أيضا أصبحت أرضا للتنافس الدولي بين الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى أوروبا هذه التحديات كلها يجب أن تقرأ من لدن الاتحاد الإفريقي في إطار هذه القمة السادسة دون إعطاء دروس وتترك للدول في إطار سيادتها الحق في اختيار تحالفتها الخارجية ولذلك هناك تأكيد على 150 مليار أورو لمدة 8 سنوات إلى حدود 2030 في بعض القطاعات كما جاء في تيمات الموائد السبع التي ستشكل هذه القمة ولكن عندما تقارن 150 مليار أورو مع 340 مليار دولار التي تطرحها الصين لمدة 3 سنوات بين 2022 و2025 يظهر الفرق فعلى أوروبا أن تتحرك قلت هناك تحديات ذكرنا منذ قليل ما يجري من التراث السيء الذي جرى 3 سنوات في الاتحاد الإفريقي كذلك أوروبا غير متجانسة على مستوى المواقف فهناك بعض دول الإفريقية المتشائمة من عقاد هذه القمة ولكن يجب النظر إلى الأمام على أساس أن تلعب أوروبا كذلك دورها في القارة الإفريقية طبعا دكتور هنا الحديث عن المغرب لأن المغرب له دور مهم في هذه الشراكة بين إفريقيا وأوروبا من حيث أولا أنه يعد شريك استراتيجي لأوروبا يحظى بوضع متقدم وقارن مع الدول الأخرى لكنه كذلك يسعى وظل يسعى دائما لكي يلعب هذا الدور في تقريب وجهات النظر وصيلة الوصل بين الشمال والجنوب ما هي الرهانات التي يتم المراهنة عليها للاعبها من قبل المملكة المغربية في هذا الاتجاه المغرب شريك كبير لأوروبا نحن نعرف ما ذكرته من الوضع المتقدم للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي هناك بعض دول داخل القارة الإفريقية خاصة بعض دول جنوب الصحراء كما هو الحال بالنسبة للرواندا التي الآن يشيد الجميع بجهدها تطالب بتعميم النموذج المغربي فيما يخص علاقته مع الاتحاد الأوروبي على مستوى التمويل على مستوى عدد من القضايا لأن هذه يقولون بالحرف إذا كانت أوروبا تعتبر مثلا شمال إفريقيا هي قاعدة وامتداد تكنولوجيا وامتداد أيضا استراتيجي أمني للقارة الأوروبية لماذا لا يمددون هذه الحالة بين المغرب مع باقي الدول المغرب كذلك له وضع خاص هو بوابة إفريقيا بالنسبة لالتحاد الأوروبي ولأوروبا بصفة عامة هناك وضع ما بعد البريكسيت والاتفاقات الآخرة مع بريطانيا تمثل كذلك هذا التوجه الجديد لأوروبا بالدول داخل الاتحاد وخارج الاتحاد في التعامل مع دول إفريقية فالمغرب هو المستثمر الثاني على مستوى القارة الإفريقية هو له اقتصاد اجتماعي يقتسم تجربته مع الجميع له شبكة بنكية كبيرة على مستوى تشمول أكثر من 40 دولة فربما ويؤكد كما تبت لدى الأمم المتحدة يؤكد على التعاون جنوب جنوب فلماذا السؤال الذي يطرحه الجميع لماذا لا تعمم هذه التجربة بين المغرب والاتحاد الأوروبي على باقي الدول الإفريقية هذا هو السؤال ونتمنى أن يعي الاتحاد الأوروبي بأن للمغرب دور كبير وأساسي في استقرار وأمن القارة الإفريقية خاصة كل مشاريع التي تحملها وتبنى بعد عودته في يناير 2017 نعم شكرا جزيلا لكم الدكتورة المساوي العجلوي كنتم مباشرة معنا من مكتبنا بالرباط شكرا لكم على كريم هذه الإضاءة والنسخة السادسة والعشرون من مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف تم قص شرط افتتاحها بعدما تأجلت مرتين في أكتوبر ودجنبر من العام الماضي وذلك بسبب إغلاق الحدود الذي فردته جائحة كورونا هذه الدورة تشهد استضافة دولة المكسيك وتتبار أفلام سينمائية روائية طويلة تشرف على تقييمها لجنة تحكيم مكونة من المنتج الأمريكي جيروم غاري والممثلة المصرية داليا البحيري والمخرج المكسيكي إيميليو مالي إضافة إلى الممثلة المغربية فاطمة خير والمخرج اللبناني بهيج حجيج والفنان التشكيلي عبد الحي الملاخ في ختام المسائية إليكم تذكيرا بالحدث الأبرز فيها في إطار العناية الملكية الخاصة التي مافت أجلالة الملك يوليها لساكنة العالم القروي استقبل جلالته بمقر الإقامة الملكية ببوزنيقة كلا من عزيز أخنوش رئيس الحكومة ومحمد الصدقي وزير الفلاح والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الاستقبال الملكي يأتي في وقت يعرف فيه الموسم الفلاحي نقصاً كبيراً في التساقطات المطرية بعجز بلغ نسبة 64% مقارنة بموسم عادي جلالة الملك حث الحكومة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الاستعجالية الضرورية لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي لأعادة مشاهدة هذه النشرة وغيرها من النشرة والأخبار الوطنية والدولية يرجى التفضل بزيارة موقعنا على الانترنت او تصفح منصاتنا على مواقع التواصل في الختام لكم تحيات طاقم النشرة شكراً لوفائكم دمتم بخير في امان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر